من لا ينفع المال ولا بلون إلا من أتى الله بقلب سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس من مجالس شفاء القلوب نستمد العون من الله سبحانه وتعالى لاستخراج الأسباب التي بها تشفى قلوبنا من كتابه الكريم ومن سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم وصدق الله إذ قال قد علم كل ناس مشربهم فكل ناس علم من أين استقونا شرابهم نحن مشربنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهني أن له من كان كتاب الله له مشربا وسنة النبي عليه الصلاة لهما ربا أذكر في هذا المقام بقصة لما للقصص من أثر في تليين القلوب ورقتها قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باختصار على ما أرده البخاري في صحيحه وطاعم القصة التي وردت في البخاري ببعض الوارد في غير البخاري مما صح إسناده كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام يصلي صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك عمر بن ميمون قام عمر رضي الله عنه يصلي صلاة الفجر فصف الناس وكان يقول استوه 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 كان يقول استوه يمشي يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم حتى يستوي الصف دخل عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة الفجر وكان يقرأ بنحو من صورة يونس بنحو من صورة يوسف أو نحو من صورة النحل كان يطير القراءة شيئا ما في صلاة الفجر فلما سوى الصفوف ودخل في الصلاة ودخل الناس معه وقرأ بعض الآيات من كتاب الله عز وجل إذا بالصوت ينقطع فجأة ويقول قتلني الكلب أو آكلني الكلب وانقطع الصوت فجأة ما الذي حدث؟ حدث أن رجلا يقال له أولؤل المجوسي رجل يقال له أبو لولا اسمه من خارج البخاري جاء وعمر يصلي فطعنه ثلاثة عنات طعنه ثلاثة عنات في صدره وبطنه وأمر قبل هذا كان قد رأى رؤيا كانت أزعجته وقتا ما قال رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات فعمر شغلته هذه الرؤية ديك أحمر نقره ثلاث نقرات فأقلقته ولكن ابن آدم ينسى ابن آدم ينسى مرت الأيام والشهور ونسي عمر الواقعة نسي عمر الرؤية نسي عمر الواقعة التي رأى في منامه لما طعن تذكر على ما في خارج البخاري بسند صحيح فتلى الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا يعني مقدر لابد من نفاذه مهما احتطت ومعما أخذت من الحظر طعن عمر ثلاث طعنات أما الآخر الذي طعنه فجر وهرب فتابعه قدم عمر عبد الرحمن بن عوف يصلي بأخف صلاة صلها عبد الرحمن بن عوف فتم من الصلاة ثم خرج الناس يتابعون هذا الرجل أبا لؤة الماجوسية هذا وكان معه خنجر من الناحيتين مدبب ومسمم فطفق يطعن يمينا وشمالا حتى قتل سبعة من آخرين من أصحاب رسول الله سبعة من الذين يصلون لما أمر وجرح ستة وقتل سبعة فكان المجموع ثلاث عشر نفسا فلما رأى رجل من المسلمين ذلك طرح على وجهه برنسا وانقض عليه فأخذوه فأقيم عليه حكم الله أو الحكم الذي يستحق أشهد أنه لما طعن أو الناس بدأوا يدخلون على عمر رضي الله عنه ومطعون فمن متفائل أنه سيشفى بإذن الله ومن الخائف الوجل على عمر رضي الله تعالى عنه خائف وجل على عمر من أن يكون قد انتهى أجله واقترب ولكل أجل كتاب فدقل الناس يطمئنون يطمئنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه دقل معاهم ابن عباس رضي الله عنه ويقول يا أمير المؤمنين أبشر فوالله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبت رسول الله فأحسنت صحبته فماته عنك راضي ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فماته عنك راضي ثم صحبتنا فأحسنت صحبتنا فأنت تموت ونحن عنك راضون فقالها عمر أقصر يا ابن عباس أما ما ذكرت يا ابن عباس من كوني صحبت رسول الله فأحسنت صحبته فماته عني راضي فذاك من من الله به علي وكذلك قولك إنني صحبت أبا بكر فماته عني راضي فهذا من من الله به علي ولكن والله الذي لا إلى غيره الذي أخشاه هو صحبتك وصحبة أولئك الناس في الأيام التي أنا كنت فيها أميرا عليهم والله لو ددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي عمر المبشر بالجنة الذي مات هو مدين يقول والله وددت أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي لا لي ولا علي ثم دخل الناس أرسالا ودخل شاب يجر ثوبهم قال عمر يا ابن أخي ارفع ثوبك أتقى لربك وأنقى لثوبك فدخل الناس أرسالا يزورون عمر فمن قائل يطمئنه ومن قائل غير متفائل فدخل طبيب فسقاه فسقاه فخرج الماء من جوفه سقاه لبنا فخرج اللبن من جرحه قال هذا الطبيب أوصي أمير المؤمنين إنك ميت قال عمر صدقت ولو قلت غير ذلك ما صدقتك لو قلت غير ذلك لكذبتك فبدأ عمر يوصي يوصي أعرف أنه سيفارق الدنيا وهنا الشخص يكون أشد إخلاصا في هذا الموطن فاستدعوا بسرعة عبد الله بن عمر قال يا عبد الله بن عمر انظر إلى الوصائل إننا نستفيد منها أيها الإخوة يا عبد الله بن عمر انظر في ديوني انظر إلى ديوني سبحان الله أمير المؤمنين ما عنده مليارات اني عليه مدين انظر في ديوني إن كانت أموالي تكفي لسداد ديوني سدد عني الدين يا ابن عمر ما تكفي سل في قبيلتي بني عدي سل قبيلتي بني عدي إن كانت أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني سدد عني يا ابن عمر من أموال قبيلتي بني عدي إن كانت أموال بني عدي لا تكفي لسداد ديوني فاسأل في قريش اسأل القراشيين كي يسددوا عن الدين يا ابن عمر ولا تعدهم إلى غيرهم وسبحان الله زعب ابن عمر يبحث في الديون والأموال كانت لهم درس مهدر كان لهم بيت باع البيت ومن ثم سميت في المدينة دار القضاء دار القضاء المذهل دار القضاء التي بيعت فقضي بها زين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال يا عبد الله بن عمر اذهب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اذهب لأم المؤمنين عائشة فقل لها يستاذن عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرة يستاذن عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه أبي بكر رسول الله وأبي بكر إن أذنت الحمد لله إن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين فذهب ابن عمر إلى أم المنعشة رضي الله عنها فوجدها قاعدة تبكي فقال يا أم المؤمنين إن عمر يستأذن في أن يدفن بجوار صاحبيه في غرفتك قالت والله كنت أدخر هذا المكان لنفسي ولكن لأسرنه اليوم على نفسي فرجع ابن عمر فلما رأاه أبوه مقبلا عن بعد مقبلا جسى قال يا ابن عمر ماذا عندك ماذا عندك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت يا أمير المؤمنين أن تدفن بجوار رسول الله وأبي بكر فقال إذا أنا ميت فاستأذنوها أيضا ثم إن الناس دخلوا أرسالا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم من يطمئنوا ويعزونه في نفسه قبل جمود فدخلت ابنته حفصة فكلمته ما شاء الله أن تكلمه ودخل فلان وفلان ثم قالوا له يا أمير المؤمن أوصي أوصي بالخلافة من بعدك لمن قال إن أوصي إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك الاستخلاف فقد ترك من هو خير مني رسول الله فعلمنا أنه لن يعدل برسول الله أحدا قال لكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة ما صفتهم قال الذين مات رسول الله وعنهم راضي علي بن أبي طالب أثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف طلح بن عبيد الله طلح بن عبيد الله الزبير بن العوام قال هؤلاء الستة مات الرسول وعنهم راضي فيختار واحدا منهم فيما بينهم قال ويشهدكم ابن عمر وليس لهم من الأمر شيء فقط ابن عمر يكون في المجلس مجلس اختيار الخليفة وليس لهم من الأمر شيء لم يستخلف ابنه أبدا بل قال ليس لهم من الأمر شيء ثم وبعد قال أوصي الخليفة من بعد أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين والأنصار أن يعرف لهم قدرهم أوصي الخليفة من بعد بالأعراب فإنهم مادة الإسلام أوصي الخليفة من بعد بأهل الكتاب أهل الجزية لا يحملهم لا يتحملون لا يحملهم فوق طاقتهم ثم قال وإن أصابت الإمرة سعد بن أبي وقاص فحيهلا بسعد بن أبي وقاص وإن لم تصب الإمرة سعدا فإني أوصي الخليفة من بعد بسعد بن أبي وقاص لماذا سعد بن أبي وقاص بالذات لأن عمر كان استخلف سعدا على الكوفة استمره جعله أميرا على الكوفة فجعل الكوفة وشكه سعدا كل يوم شك وتجي من سعد من الكذبين من أهل الكوفة فواحد يقول يطعنون في سعد طعنا من كل النواحي فأرسل عمر رسولا إلى الكوفة يتفقد مساجده يسأل عن سعد يثنون عليه خيرا حتى وصل رسول عمر إلى أكبر مسجد في الكوفة سألهم ما تقولون في سعد بن أبي وقاص فقام الرجل أعمى الله بصيرته فقال أما وقد سألتنا فإن سعدا لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية يعني وصف سعدا أنه جبان وظالم وجائر وإلى آخره فنظر سعد فقال اللهم إنك تعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قام مقام رياء وسمعة فأطي العمره وأطي الفقرة وأعرضه بالفتن ثم وبعد ذلك عزل سعد بن أبي وقاص بسبب المشاكل التي وصلت عنه والناس علىهم فعزل سعد ورجل تقدم به السن الطعن في سعد حتى إنحنى ظهره وبيضت لحياته وبيض حجبه وسقط حجبه على عينيه من الكبر ويمشي في الطريق يزل وراء بنات الصغيرات ويغمزهن يعاتب يقول أصابتني دعوة المبارك سعد أصابتني دعوة المبارك سعد الشاهد أن عمر خشي أن يكون قد تسبب لسعد في أذن أو ظلم بعزله لكنه بنى على حيثيات فقال أوصي الخليفة من بعد بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ثم إن عمر رضي الله عنه قضى نحبه وفاضت روحه إلى بريها سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلي وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة